كله طيب نرجع لمحطاتنا اللي بدأنا همبارح محطات في حياة ياسمين الخيام احنا اتكلمنا مبارح وقفنا عند ساعة ورد الهدى في عام 92 المسلسل الجميل اللي حالك قدمتيه وغنيت التترة بتاعه اه انا الحقيقة فيه تترات الحقيقة تلحنت كمان من غير الدكتور جمال سلامة كان فيه للموسيقار الكبير عمر خيرت اه وده برضو كان يمكن اول حاجة بيعملها كان لحنة كمل الطويل وتوزيعه هو وتلاقي حتى الدفوف وقعاته كده الحقيقة محية وجميلة اه فيه غير التترة بقى الدينية الحقيقة ننتقل لحاجات حتى كان فيه تعليق كبير عليه يعني مثلا اغنية مبروك دي كانت على طول في الاحداث اللي فيها يمكن شيء من الشرح الصدر كده يعني الكواليس اغنية مبروك مبروك دي ما انا كان لازم اشاري انا الاحداث يعني عملتيها بمناسبة ايه تلاقييني على طول كده يعني متواجدة في اي حدث انا كده طبيعتي يعني دي غنتيها بمناسبة ايه مناسبة ما ابقول لحضاء كان فيه للمصر كانت مشاركة في حاجة قومية حاجة عالمية كان وفازت فيه في غنتيها في غنتها مبروك يعني اتعاملت على طول على طول وبعدين حتى كان فيه جملة كده انا متعمدة انها تغنى بيها يعني بقول مبروك مبروك ويا رب على قد نيتنا الدينة طبعا كان فيه كاريكاتيرات كتير قوي يعني الله يصلح حلم وأنا طبعا يعني ما بنزعيكش لأي حاجة زي كده لأني طبعا ده حرية التعبير ناس تقولك مش عارفة عشان يا عم ده أنا إلهة عشان فعلا نصلح نوايانا مع ربنا مش بنيتكم ترزقون يعني كل واحد يسمعها كان يقولك يعني كان لازم تقولي على قد نيتنا آه أنا قصدق أنا على قد نيتنا عشان كلنا نصلح نوايانا كلنا نجدد النية لله عشان يبقى عمل مقبول فطبعا دي كانت يعني من المشاركة في المناسبات حتى بتتقلف فرح تتقلف نجاح تتقلف كده